السلام عليكم ازايكم يا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم نوجا والنهاردة بازن الله هنعمل آم كبايات الجاتو وتورتة التوارق بطريقة سهلة وبسيطة انا كنت عاملة الحاجات دي عشان اولادي نجحوا واخواتي يجولي على فجأة عشان خاطر يبركولي فقلت المكونات كلها عندي هقوم وعمل لهم حاجة كده تفرحهم وتفرح الاولاد فروحت عاملة تورتة التوارق والجاتو اللي انتو شفته في الكبايات بجد حاجات بسيطة بس هترمي معاك جامد جامد والتكلفة مش هتكلفك كتير خالص هم يعتبر ست بضاط ونص كيلو دي سبونش وكل الحاجات دي كانت عندي وبواقي بقى اي بواقي كانت نتبقية عندي من التورت اللي انا كنت عاملها قبل كده في عيد ميلاد ابني خدتها وعملت بيها فالموضوع ما كلفنيش الحاجة الحمد لله زي ما انتو شايفين حطت ست بضاط وحطت عليهم فاناليا وحطت عليهم نص كيلو دقيق سبونش هحط عليهم اهو نص كيلو دقيق سبونش وحط عليهم نص كوباية ميا كل المكونات دي آآ سهلة وان شاء الله هتلاقوا دي ده متوفر عند الحلواني او اي عطار كبير اسمه دقيق سبونش فاناليا وفيه آآ دي سبونش آآ كاكاو اللي هو الشوكلت فاللي انت حبيه آآ شو فيه واستعادميه هنا بدأت احط كل حاجة على بعضها بدون اي آآ معيار آآ وهبدأ ان انا اضربها بالمضرب الكهربائي لمدة خمستاشر دقيقة ودي نجاح الكيكة آآ آآ الكيكة الاسفنجية يعني ان انت تضربيها خمستاشر دقيقة بالساعة هتديك هتديك اضرب الكمية وهتبقى معيك هشة وانفرغة مش تبقى مكتومة خالص خالص هبدأ ان انا اضربها زي ما انتم شايفين وديتني القوام ده لازم ان القوام بصوا يبقى تقيق كده فما تزاوديش عن نص كوب داية مية على نص كيلو دقيق سبونش وطبعا الست بدوت آآ ده بيد آآ احمر عشان اللي سألتني قبل كده برضو في الترط اللي فاتت انا باستخدم البيد الاحمر بحبه يعني آآ جبت هنا صاج وفرشته آآ ورق زبدة ده صاج تلاتين فاربعين وهبدأ ان انا انزل في العجين بتاعي وانا كنت مسخنة الفرن قبلها على درجة حرارة متين لغاية ما خلص الشغل بتاعي وبعد كده وطيته على مية وتمانين وهبدأ ان انا انزل الكيك بتاعي طبعا لازم اساويه كده في الصاج عشان ما تبقاش حتة عالية وحتة وطية والحتة اللي هتبقى وطية هتنشف منك فانت يفضل ان انت تساويه وتبدأ تدخليه في الفرن آآ هتدخليه من عشر دهي اللي خمستاشر دهي هتبقى متابعاه من العشر دهي هتبدأ ان انت تختبريه بخلة هتلاقيه استوى معيك وبقى زي الفل زي ما انت شايفه هبدأ اجيب اي حاجة ان انا قطع بها دوريات آآ هيكون مسلا غطى او طبق او اي حاجة متوفرة عندك هتبدأ تحط الغطى وتحددي بالسكينة هنقول بسم الله هتبدأ ان انت تقطعي زي ما انت شايفه كده حبيبية قلبي الموضوع ان شاء الله سهل ويسير خالص كده انا قطعت آآ تلات آآ دوريات وآآ ما خدتش مني بالزبط آآ يا دوبك هو السوى عشر دقايق وكنت محضرة كل حاجة للتزيين لاني انا كنت حابة ان انا خلص كل حاجة قبل ما اخواتي يمشوا حطيت معايا هنا كوباية كريم شانتيه خام ونص كوباية سكر وده ربطهم جدا جدا لمدة عشر دقايق وهنا حطيت معايا كريم شانتيه للتزبيت وهبدأ ان انا اسقي الترطة بتاع السوس اللي انا بسقي به ده عبارة عن معلقتين مربط آآ مش مش وعليهم معلقتين مية ودودتهم وعملت بهم عشان ما كانش عندي شربات ولا كان عندي كمبود اللي هي مية الكمبود ولا اي حاجة فقلت اتصرف ولو عندك عسل نحلة ممكن تتعملي نفس الطريقة هبدأ حط الكريم شانتيه وحطيت الفواكه وممكن تحطي آآ برضو مكسرات اللي انت عايزيه وهبدأ ان انا اغلفها كلها بالكريم شانتيه زي ما انت شايفها كده لو ما عنديكش الاداء اللي انا بغلف بها دي ممكن سكينة عادية خالص ودي سيحت شوية شوكولاتة في الميكرويف دي شوكولاتة خام مش صوس آآ ولا جنيش ولا اي حاجة دي شوكولاتة سيحتها وحطيتها في الكيس وحبيت ان انا ارسم بها كده في الجناب بالشكل ده وطلعت ما شاء الله طحفة جدا زي ما انتم شايفين هبدأ ان انا اعمل بقى روزيتات كده بالآآ بكيس الكريم شانتيه وهبدأ ان انا اجيب فواكه وقطحة طفاحة آآ عندك كيوي عندك فراولة عندك اي حاجة تمام انا كان عندي كانبود اناناس برضو كل دي بواقي العيد ميلاد هتنفع جدا واهم حاجة الفرحة واهم حاجة الرضا واهم حاجة ان انت تعملي حاجة حلوة او لديك يحبوها هبدأ ان انا حط اللي هو الكريز الشوكولاتة ده آآ شوكولاتة بيدا وشوكولاتة آآ شوكلت وحطيت هنا الوافر وحطيت في النص شوية آآ شكبون ودي كانت اسهل واسرع طريق التورطاية ممكن تعمليها دي سمع تورطاية التواري وبالشكل ده انا ده جل تلميع اللي انا كنت بلمع به ده جل تلميع للفواكه بصوا بسم الله ما شاء الله قد ايه حلوة وقد ايه ممتازة جدا 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 حلوة جدا ويلا نروح نشوف هنعمل بقى ببواقي الكيكل معايا دي هنعملها ازاي بدأت ان انا قطعها صغير كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي ودي قبايات كانت برضو بقى معايا من العيد ميلاد كل حاجة بواقي العيد ميلاد وبتنفع في التورط هبدأ ان انا حط رائق كريم شانطية وبعد كده احط الكيك بتاعي وبعد كده احط اي صوس عندي او احط كريم شانطية ممكن تحط فواكب بين الطبقات ممكن تحطش اي حاجة وبالمناسبة الطريقة دي عجبت الاولاد جدا 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 وهبدأ ان انا احط كريم شانطية من فوق زي ما انتم شايفين كده اه بجد عجبتهم ورمت معايا كتير يعني كنت يعني مش اه اه صدقة ان هي ممكن تديني الكمية دي من الكبايات وكفت والزيادة الحمد لله رب العالمين اه وتعمليها بقى باي طريقة لو ما عندكش اللي هو الامع ممكن تعمليها كده تسويها من فوق عادي جدا زي ما انتم شايفة حبيت تقلبي بقى زيني زي ما انتم عايزة احطي شكوبون حطي فاكهة حطي اه اي حاجة اي حاجة مكسرات بصي الشكل هيبقى حلو الاطفال بتفرح جدا 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 بالحاجات اللي زي كده انا بقى اه حبيت ان انا اجوب بقى من عندي فكان عندي صوسات جاهزة هنا بحطي طفاح واناناس وممكن تحط فراولة ده صوس فراولة جاهز ومعايا صوس توفي او كراميل ممكن صوس شوكولاتة ممكن اي حاجة متواجدة عندك بجد بيبقى شكلها حلو جدا جدا والاطفال بتفرح بيها بص الشكل بص المنظر ما تنسيش بقى لايك وشير وسبسكرايب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته